السلام عليكم في هذه السلسلة من الحلقات سأذكر لحضراتكم مجموعة من الأمثال والعبارات المتداولة بين الناس ولكنها خطيرة جدا الأمثال تستخدم لتوضيح الخفي بالجلي ولكن هل الأمثال الموجودة في هذه السلسلة ينطلق عليها هذا الوصف؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه السلسلة من الفيديوهات مثل هذا اليوم يقال عندما يتورط أحد بمشكلة أو يتعرض للأذى بموضوع وهو ليس له دخل فيه فيقول الله يخلق ومحمد يبتلي يوجد أكثر من طريقة لقول هذا المثال حسب لهجة الدولة التي يقال بها وكأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر عبثا وأن الله سبحانه وتعالى ابتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام بعد أن حاربوه بعض البشر وآذوه في دعوته لله وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى لهم من هذه الرسالة الغريب أن بعض البشر تركوا الدنيا كلها وما استخدموا إلا اسم الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كأمثلة على مواضعهم التافهة خلق الله سبحانه وتعالى البشر لعبادته وليعمروا في الأرض أنبياء الله سبحانه وتعالى هم صفوة البشر اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا رسوله أما الابتلاء فينزل على قدر الإيمان فعن سعد بن الوقاس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة فالله سبحانه وتعالى لذي يبتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة حتى يضرب هذا مثلا على البلاء وفي النهاية لازم أذكرك بأن لا تستخدم اسم الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أي شيء متعلق بالدين في أي مثل أو نكتة أو مزاح أو سخرية لأن هذه الكلمة التي تقولها ولا تلقي لها بالا قد تلقي بك في نار جهنم صح في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ساعدنا بنشر هذا الفيديو خصوصا للناس اللي تعرف أنهم يستخدمون هذا النوع من الأمثال وسوي لايك للفيديو إذا كان مفيد إليك واشترك في القناة السلام عليكم